إذا أعمل عملية تكميم بس خايفة أن جسمي ما ينزلش دي يعني الجزء الأول من السؤال الثاني سؤال إيهي نسبة الدهون اللي بيتم التخلص منها في عملية التكميم وإيهي المدة اللي بيستغرقها الجسم اللي هو يتخلص من هذه النسبة تمام سؤال ده كويس جدا بيجمع تلات حاجات مع بعض تمام فكرة النزول في الوزن إحنا بننزل في الوزن بعدها العملية في خريطة للنزول في الوزن غالبا أول شهر بننزل في أكتر كمية موجودة وبعد كده بيبتدي نقل يعني غالبا أول شهر ممكن ننزل من 10 إلى 20 كيلو وبعد كده بنبتدي نقل كل شهر من 3 إلى 5 كيلو تمام بنصل للوزن المثالي من 6 شهور لسنة وفيه أحيانا سنة ونص يعني المكسنة بتاعنا بيبقى سنة ونص تمام اللي يفرق بقى معدل نزول معدل نزول بيفرق من شخص للتاني على حسب طبيعة عمل الشخص الشخص اللي بيشتغل أو بيتحرق غير الشخص اللي بيبقى قاعد طبيعة الالتزام بتاعه يعني الشخص اللي بيمارس الرياضة وبيتحرك كتير بيبقى معدل نزول بتاعه أعلى نظام الغذائي الشخص اللي بيلتزم بالنظام الغذائي وبيقلل السكريات والنشويات بيبقى معدل النزول بتاعه عالي لكن اللي بيلغبط النظام الغذائي بتاعه بيزود المكسرات أو الشوكولاتات أو المياه الغذائية أو الحاجات دي كلها بتزود معدل الوزن فبتقلل المعدل للنزول. في كل حاجات دي بتفرق من شخص للتاني. عشان كده هو بتبقى الموضوع بخريطة. معدل النزول بيوصل لمرحلة احنا دايما بنقولها احنا بنعدي فترة ثبات. احنا بنفضل ننزل 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 وبعدين بنعدي فترة ثبات الجسم بيبقى ثابت. وبعد كده بنرجع ننزل تاني. دايما نقول للناس ما نخاف شيء من مرحلة الثبات دي. بتبقى مرحلة طبيعية جدا في النزول. فيها تعليمات في حاجات احنا بنقولها عشان نحسن المعدل للنزول تانية. تبقى معروفة لحضراتك. تبقى معروفة طبعا. وده بيبقى طبيعي جدا. بيبقى طبيعي جدا. اكتر حاجة اظن حيك تتخوف منها في التكميم هي السكريات العالية. بالضبط. دايما بنقول ان السكريات العالية دي حجمها بيبقى صغير. لكن سعراتها عالية. فدايما بنقول للنا نحنا نقللها او نمنحها في اول فترة. نحن ننزل كويس. وبقى نرجع ناخدها عالية. بالصورة العادية مش بصورة شريحية. نسبة التخلص من الدهون برضه كان جزء من السؤال. هل تستطيع تحدد نسبة التخلص من الدهون برضه من خلال الجدول؟ بيفرق على حسب وزن المريض. يعني المريض المية والثمانين كيلو أو الميتين كيلو وغير المريض المية والعشرة. تمام. ده بيفرق عليه. نسبة الوزن بتاعنا بتفرق على حسب المريض عنده وزن زيادة قد عن المثال بتاعه. يعني اللواء شخص مثلا المثال بتاعه 85 وهو وزنه 180. فمحتاج انه ينزل 100 كيلو. غير لو شخص الوزن المثالي 80 وهو وزنه 120. ده بحتاج ينزل 40 كيلو. ده بيفرق من حسب الوزن نفسه وطول المريض نفسه والوزن المثالي بتاعه. ونفس الكلام اللي قلنا. العادات الغزائية بتاعته ومعدل الحركة بتاعه. هل معدل الحرق كمان جسم من جسم شخص الجسم شخص ممكن يختلف حكم. يعني السؤال ده يبقى صعب دائما نحن بنحدد معدل الحرق. دائما كل المرضى اللي بنقعد معهم قبل العملية بنسألهم عملتوا رجيم قبل كده طبعا. ولازم نعرف عملوا رجيم قبل كده كذا مرة نزلوا قد ايه. التزم وقت قد ايه. بنقدر نحسب برضو معدل الحرق الفترة اللي احنا التزمنا فيها. الفترة اللي نزلنا فيها قد ايه. مع معدل الحركة بتاعهم ده بيفرق كتير جدا في معدل الحرق من شخص صليتاني. بنعمل تحليل هرمونز. نتأكد ان هرمونز بتاعتنا كويسة. لان فيه حاجات كتيرة بيبقى اسمنا سببها خلل هرموني. مش النظام غذائي. فخلل هرموني ده بنحتاج نحن نزبط الخلل هرموني بتاعنا. علشان خاطر نقدر ننزل بوزن بشكل صحيح. بشكل صحيح.